فتحت ساحة الابتكار والإبداع أبوابها أمام المشاركين بالنسخة الربيع لمنتدى شباب العالم تحت شعار العودة معاً وتستمر الفعالية على مضار أيام إنعقاد المنتدى حيث يكتمع الشباب من مختلف الجنسيات لتبادل الحوار حول تكنولوجيا والإبداع والفن فضلاً عن تجربة عدد من التقنيات التفاعلية والألعاب الحديثة وتهتم منطقة الابتكار والإبداع بالأنشطة التفاعلية التي تتيح للمشاركين تجربة الألعاب بتقنيات تكنولوجية مختلفة فضلاً عن زيارة المتحف التفاعلية الذي يضم عدداً من الشخصيات التاريخية التي يدور من بينها حوار خيالي مثل كوكب الشرق أم كلثوم والملاكم العالمي محمد عليكلاي وعالم الفيزياء نيوتن والملكة المصرية نيفرتاري ورائد الفضاء نيل أرمسترونج كما يستخدم المشاركون من خلال ساحة الابتكار والإبداع تكنولوجيا الواقع الافتراضي لزيارة واكتشاف عدد من المدن المصرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة